اذهب.. بس اللي يطبلوابأ للترسانة العسكرية الإسرائيلية كلامهم صحيح بس اللي يعتقدون إسرائيل إجراء اسمعني 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 essa عراقي إيران تشرفت إيران إيران تشرفت cape- إ Commonsه أقول أستاذ نجيم الإخوان يعني يحاولون أن يكونون بالسياق الإعلامي للكيان الصهيوني عندما يعزفون على وطر خلنا كمل خلي أكمل يا عزيزي اتق الله بس لا أنت بتتهم اتهم كده خطيرة أستاذ عماد مايقص يعني يعني من رغم أنت تتحدث بلسان إيراني لم أقول علمك أنك تتحدث بلسان إيران من حيث لا تشعر هل يرغيك من حيث لا تشعر لا 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 أصلا مش واحد سفيه لا لا أتخلي أزيدك من الشعر اسمعني 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 هذه الفكرة التي تطرح بالإعلام وتسويقها بأن الإسرائيليين يضربون المدنيين وماذا بالمدنيين ومن هذه الإستوانات طيب احنا ليش ما نتكلم على نفس الجانب الإسرائيلي بهذا الموضوع شنو ذنب هاي الناس اللي قاعدين داخل الإسرائيل أيضا هماتهم ليش يتهجرون ليش ما يقولون هاي حماقات نتنياهو يعني هنانا هنا نصير حماقة من الجانب اسمعني 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 ياخي أنا ما أقاطعك والله ما أقاطعك أنت ليش تقاطع أنا بقول لك كلامك صح لأنك بتعمل افتراضات خاطئة أنا ما أحتاج عزيزي أنا ما أحتاج تقيم كلامي صح أو خطأ خلاص ونت ما تقيمش كلامي لا حبيبي لا 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 أنا ما جاي أقيم كلامك أنا ما جاي أقيم كلامك أنت عايز تحسبنا صليونيين وعايز تحسبنا ما بنفهمش عزيزي عزيزي لا تفهم والله والله تفهم والله تفهم هس كلامي كلها غلطة هكو ناس تستغل معه علاقة وعبت علاقة أين بس صحيح بس اللي يطبلون بس اللي يطبلون للترسان العسكرية الإسرائيلية كلامهم صحيح بس… اللي يعتقدون إسرائيل.. لـ إلحظين إلا... إسمعني إسمع.. إسمع أس議م إراني إن أني عراقي míن يتحدث بالنسان إيراني إيران أتشرفك إيران إشارفك إيران تشرفك وإشارف الفكرة اللي تحمل إشارفك إِمار نتشرف من جمهوري الإسلامية نتشرف بنكون مقاوم يحمل السلاح وتهم لكيان الآيون نتشرف بكل مقاوم من حق الناس أن تترض لأن إسرائيل الآن أتقود حرب إبادة جماعية في غزة وفي لبنان أمام مرأة ومسمع وسكوت المجتمع الدولي في نساء تقتل في أطفال تقتل في أراضيها في تهجير في اقتصاب من يقبل وتحت أي عنوان أن لم تكونوا عربا فكونوا أحرارا في دنياكم هذه القصة لا تخضع للمزاج هناك شعب يقتل هناك حرب عنصرية هناك إبادة جماعية كيف يمكن للناس أن تسكت كيف تتعامل معها أستاذ نجم أولا علينا أن نعلم بأن مخططات إسرائيل هو هدفها من الفرات إلى النيل أي مساومة على أي قضية هذا غير مقبول ترجمة نانسي قنقر